بعد الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين في بداية لقاءاته بنهايات كأس العالم في قطر بيحلم طبعاً منتخب السعودية أنه يحقق إنجاز طال انتظاره في المنديال بالصعود للأدوار الإقصائية هتكون للمرة التانية إن شاء الله في تاريخه والأولى من 28 سنة هلتقي منتخب السعودية مع بولندا النهاردة ضمن منافسات الجولة التانية بالمجموعة التالتة من مرحلة المجموعات في النسخة الحالية للمنديال وإحنا عارفين بيتربع منتخب السعودية على قمة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز 2-1 على الأرجنتين يوم الثلاثة اللي فات في الجولة اللي افتتحية بالبطولة لهذه المجموعة أما المنتخب الأرجنتيني فعقب الخسارة المجاعة أمام المنتخب السعودي في بداية مشواره بنهايات كأس العالم لكرة القدم في قطر بيأمل طبعا على أمل في مباراة مدوات الجراح أمام منتخب ألمكسيك النهاردة السبت أيضا هيلتقي المنتخب الأرجنتيني اللي متوج باللقب عامي 78 و86 مع منتخب ألمكسيك ضمن منافسات الجولة التانية بالمجموعة التالتة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر بيتزايل منتخب الأرجنتين جدول الترتيب بلا نقاط بعد الخسارة زي ما احنا قلنا الخسارة المذهلة 2-1 أمام المنتخب السعودي في الجولة اللي افتتحية يوم الثلاثة اللي فات وبيتقاسم المركز الثاني منتخب المكسيك اللي بيشارك فيه المونديال للمرة 17 في تاريخه وبيتقاسم مع منتخب بولندا أيضا برصيد نقطة واحدة بعد التعادل بدون أهداف مع بعض في الجولة الأولى بمعنويات مرتفعة يدخل المنتخب السعودي مباراته الثانية في بطولة كأس العالم 2022 أمام بولندا عن المجموعة الثالثة في الوقت الذي تبحث فيه الأرجنتين عن كبريائها بعد الهزيمة أمام السعودية عندما تلتقي المكسيك في المجموعة ذاتها كان منتخب السعودية فاز في مباراته الأولى عن جدارة واستحقاق على منتخب الأرجنتين 2-1 فيما تعادل منتخب بولندا مع نظيره المكسيكي بدون أهداف ليتصدر منتخب السعودية مجموعته ويحتاج منتخب السعودية للفوز بمباراته ضد بولندا من أجل تأكيد تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم دون الحاجة إلى الانتظار حتى مباراته الأخيرة أمام منتخب المكسيك وسيمنح التعادل أمام بولندا للمنتخب السعودي خطوة كبرى نحو التأهل بينما سيعني التعادل خروج بولندا من البطولة على الأرجح لأنها ستصطدم بالأرجنتين في الجولة الختامية أما المبارات الثانية في نفس المجموعة فستعني لأبناء مرادنا الكثير خاصة بعد خيبة الأمل التي حققوها أمام السعودية وسعيهم لتصحيح الأوضاع أمام المكسيك والعودة للصراع على بطاقة التأهل لدور الستة عشر من البطولة من جانبه أكد الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك أن هزيمة الأرجنتين أمام السعودية تشير إلى إمكانية حدوث مفاجآت في كرة القدم وأنه لم يتوقع ما حدث في هذا اللقاء موضحا أنه لن يغير طريقة اللعب في لقاء الأرجنتين